دكتور في ناس بتبقى متخيلة انه السمنة السبب الرئيسي لها هو بس الاكل او نمط الاكل وطريقة الاكل لكن بيبقى فيها احيانا اسباب بعضوية او اسباب متعلقة بامراض هيا اللي بتسبب السمنة او بتسبب مشاكل في الحرق او ما الى ذلك لو حديك تقول لنا ازاي نقدر نتعامل ونعرف ازا كان السمنة ليها علاقة بالاكل او ليها علاقة باسباب تتطلب انه الشخص يروح لطبيب يعرف اي المشكلة اللي عنده كويس هما الاثنين زي ما حضرتك قلت بالزبط العلاقة بالاكل وعلاقة بامراض عضوية طب نعمل ايه نبتدي الاول اللي هو تحت اشراف طبي مفيش حاجة اسمها اصلنا الحرق بتاعي ضعيف وخلاص يا دكتور اديني دول الحرق انا عايزة دول الحرق وخلاص مفيش حاجة اسمها كده ممكن يكون المشكلة مرضية اساسا هي اللي مسببة كل المشاكل السمنة دي وعلشان نعرف الكلام ده محتاجين اولا تحت اشراف طبي نمر اتنين نعمل التحاليل اللازمة اللي تقدر تقول لنا ايه المشكلة اللي عندي علشان اقدر اعالجها مع التحاليل لو كان نقص فيتامين دال او عندي مشكلة في الغدة الدرقية او عندي في الكوليستيرول للصحة العامة هل نقدر نعالج الكلام ده مع النظام الغذائي لان السبب السمنة ايه في سعرات حررية داخلة وسعرات حالية خارجة السعرات الحررية الخارجة لو كانت اقل من السعرات الحررية اللي داخلة يبقى دوت حيحصل سمنة لو السعرات الحررية اللي خارجة عن طريق الرياضة عن طريق المجهود هو دوت حد ايه يقل في الوزن الموضوع سهل قوي الموضوع انا عم نضحك على العينين اهه انت سعرات حررية داخلة او سعرات حررية خارجة احنا بقى اللي بتنظم الحكاية دي والاهم ان احنا نبتدي نعمل نظام غزائي صحي ومتوازن مش اي حاجة وخصوصا داخلين على رمضان فدي بحدي مشكلة كبيرة كمان طيب ايه هو بقى النظام الانسب للرمضان الله الكلام ده كويس قوي في حاجة مهم قوي النظام الغزائي في رمضان هل ممكن نقدر نخص في رمضان ايوه هل طب انا عايزة اثبت بس كفاية قوي ده ده لو طلعت في نفس الوزن يبقى حاجة جميلة لأ احنا هنممكن نخص في رمضان ونبتدي احنا فاضل اسبوع على رمضان نبتدي من دلوقتي لغاية شهر رمضان ان شاء الله ما يخلص هنكون نزلنا في الوزن مش ثبتنا في الوزن طب نعمل ايه ده كلام حلو قوي وكلام جميل نعملها الزي اولا الناس اللي هي بتشرب قهوة كل يوم الصبح ده هيتعابوا قوي في رمضان فنبتدي في خلال الاسبوع اللي جاي ده نبعد عن القهوة او الكافين اللي ياخد نسكة فيه ياخد الكلام ده نبعد على الكافين في خلال الاسبوع ده عشان ما يحسش بالصداع والتعب طيب نعمل ايه العصاير بقى العصاير اللي هناخدها في رمضان هنعمل فيها ايه ما ناخدش اي عصاير جاية من الشارع لان لو خد العصاير اللي جاي من الشارع الكلام ده كله مليانة سكر كتير ودي ممكن تزوده في الواسن نعمل العصاير الطبيعية في البيت ونحاول نحط فيها سكر ضايت خالب مثل الاسبارتام هتبقى صحية اكتر بالنسبة بقى للطمر والبلح طب نعمل ايه فيه ناخد نفطر او حنفطر على بلح كويس جدا حيفوقنا بس قد ايه واحدة وصول فردي الناس يقول لي ده ثلاثة او خمسة واللي عنده سمنا بشكل عام يقلل من الحاجات دي جدا وناخد واحدة بس حيبقى احسن كتير والاهم من كده ان احنا نشرب المية على مدار اليوم من اول افطار لغاية الصحور مش نشرب مية كتير قوي مرة واحدة او نشرب مية على ساعة الصحور بس احنا مش جمل هشرب مية كتير هتتحوش لا احنا هناخدها على مدار اليوم كل ساعتين نشرب مية